بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هنبدأ دلوقتي نأخد file نجيب new file ونبدأ نطبق عليه from curve هنبدأ turn mil وبعدين خلاص المرة دي هنبدأ بالمليمتر instead of inch خلاصنا التملين اللي في الماضي بالنش هنقول له كده OK نبدأ نيجي نقول له احنا عايزين الابعاد بتاعتنا خلاص الهنا outer diameter 60 واللينث ب65 اوكي انا موافق على كده فهاجي هقول له ان انا عايز دلوقتي اشتغل from curve عشان اشتغل from curve ده finish خلاص خلينا بس نتأكد نحنا finish edit properties الزد عشان نعمل عملية facing لازم ناخد هنا واحد ونصف مليمتر لان انت لو لاحظت هنا هتلاقي ان الاكسيز جاي فين على السطح التاع الشغلان على المستوى اللي هو موجود قدامنا ده مباشر لا طب انا عايز اعمل عملية facing برضو يبقى هقول له ايه جيت على هنا وجبت اللي هي بدل finish finish and edit properties وهقول له ايه تطبيق وهقول له ايه موافق هلا ايه ان الاكسيز ترحلت مسافة اللي هي نعمل فيها عملية ايه الفاسنج طيب بعد ما رحلنا الاكسيز هنبدأ نقول له ان انا عايز اشتغل انا خلاصت from اللي هي features from dimensions فتعال نعمل curve نبدأ عشان نعمل curve نيجي هنا ونختار نبدأ الاول في الجومتري نرسم الكيرف فهنيجي هنا هاو نقول له هنعمل connect line connected line هنبدأ طبعا من هنا هنبدأ ب zero و zero وبعدين نقول دي كده كانت ايه 32 و zero ونقول له enter هيرسم لي ايه اول line موجود عندي وبعدين نقول له زي ما احنا 32 و minus 10 و enter وبعدين عندي هعمل taper من الشكل في اقدر اعمل عليه عمليات تشغيل فبعدين هاخد باقي 40 لشان اعمل taper و minus 35 طبعا ازد بال minus هنحارفين دي خلاص و enter وبعدين عندي 40 و minus 55 وبعدين عندي 60 هنقفل باقي الشكل 60 و minus 50 5 و enter كده نكون عملنا ايه الكيرف بتاعا خلاص كده انا انشأت الكيرف فتعال نشوف حاجة تانية انا مش عايز الشارب ايه جز دي كده هاو على geometry واقول له اني انا عايز اعمل fillet اهيه اللي هي corner و هاجي هنا هيقول لي ايه الفلت بخمسة الله لو انت موافق عليه بخمسة طب خليني دي عشان انا عايز اشتغل بس في الجزء ده اظهر فيه شوات حاجات فخليني نعمل ايه الفلت هنا ونخليه بعشرة يبقى كده ايه عمل لي ايه الفلت في هذا الجزء بهذا ايه المنظر كده اصبح هذا الكيرف بهذا الشكل طيب هنا خليني عشان عايزين نعمل فيها شوي نعمل فيها slots وعايزين نعمل فيها الحاجات اللي هي from turn milling طيب كده انا اصبح عندي الكيرف بهذا الشكل شكرا نيجي نقول له ايه تعالى على كيرف طيب هنا انتوا فاكرين بقى كنا في الميلين كنا بنقول له ايه اللي هو ده مين اللي هو closed boundary هنا مفيش عندي closed boundary فهي اختار ايه يبقى هنا اهو هنقول له ادي ده اهو ادي بارت وادي بارت وادي بارت ما عليك اهو وادي ده وادي ده وادي ده تختار القطع اللي انت هتعمل منها الكيرف كده وصلنا ان احنا حددنا الكيرف نقدر نسمي الكيرف بتاعنا نسميه turn1 كده يبقى سمينا الكيرف turn1 وهنقول له ايه احنا موافقين على ان انت تنشئ لنا هذا الكيرف خلاص هو كده ايه انشئ هذا الكيرف خلاص سكيب خلاص عندي هذا الكيرف بعد ما انشأت هذا الكيرف كيرف ده عايز اعمل في ايه فهروح على feature عايز اعمل عليه turn هقول له التالي واختار from ويبقى ايه منين من from curve وهقول له ان انا عايز اعمل turn هقول له التالي هقول له الكيرف شوف انا عشان كنت مختار عليه turn1 اه هو ده لنا عايزه موظبوط طب لو انا مش مختار الكيرف كنت اضغط على العرضة واختار الكيرف من هنا وبعدين التالي اصبح هذا هو الشكل الموجود عندي هقول له finish وبعدين اشوف شكله في الايزومترك هيبقى ازاي هذا هو الشكل في الايزومترك بتاع هذا الشكل نيجي بعد كده نشوف عملية التشغيل لهذا البارت هنقول له نشوف التول باث ادي التول باث وايجي اقول له اعمل ثري دي سيميولاشن و انتر اوكي هيبدأ يعمل عملية ايه التشغيل هنا انا عندي راف وفينيش هنشي شوفو كده اخذ اعمل عملية الفيسينج وبعدين انا عندي بقى ايه بص بيعمل عملية ايه او دلقتي لو بصنا اللي يلو اروا هنلاقي بيعمل عملية ايه الفينيشنج لهذا البارت هيخلص عملية الفينيش بكده يكون خلص هذا الجزء رجع التول ورجعنا ايه اللي انا عملية من هنا طبعا هنا ادي الابريشن لست انا كل اللي انا عملته لان انا عملته تيرنو انا عملته راف وعملته فينيش وبعدين تعالى نشوف الديتيلز اللي موجودة عندنا ادي البارت اف ام ثري وبعدين بيقول لي ايه التايم كله لو ايه 29 من مية انا اقل من 30 29 ثانية ويه الابريشن اللي موجودة اهي في الرف 29 من مية من الدقيقة و10 من المية من الدقيقة واحد من 10 من الدقيقة دول ايه العمليتين خدوا بالضبط 47 ثانية اللي هو ايه التوتال تايم عشان نعمل هذا الجزء طيب نيجي نشوف الان سي كود هنجد ايه ادي الكود حصل له جنوريشن فيه عندنا فيه اللي هي الريزلت مينيو قدرنا نشوف الكود طبعا هنا دي عملية العلامة البرسنت اللي بنبدأ بيها ايه البرنامج بتاعنا وبعدين بنكمل البرنامج نشوف كل الستيبس بتاعت الانتاج مثل هذا البارت اوكي نراكم ان شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة